مرحباً معكم حتى الثلاثة ديال الظهر في برنامجكم حليك ومغزل وليوم في حصة الأربعاء كنخصو مواضحنا الصحة النفسية هي الكاللة والصحة كذلك الجنسية كترفقنا دائماً في هذه المهمة الدكتورة اللي كانوا تكون فيها واللي في علاقة معنا خبرات طويلة في مجال المتابعة والمرافقة والعلاج النفسي دكتورة فدوى السعداني أهلاً بيك على راديو أسوات صباح الخير سناء صباح الخير لمستمعاتنا ومستمعينا كاملين عاش خبارك ونبس عليك الحمد لله الحمد لله شكراً لكم الحمد لله الله مالك الحمد إحنا كانت أقلموا مع الوضع وولينا كان نولفوا على ربما الاشتغال هكذا عن بعد ولكن دائماً بشوق إلى أننا نسترجعوا وحد الأمور عادية وبسيطة كانت عندنا في حياتنا ولكن الحمد لله على كل شيء الحمد لله الدكتورة فدوى السعداني إحنا يا إن شاء الله اليوم هادي نتكلموا على النفسية أو الحالة النفسية دي المرأة اللي في هذه الظروف هذه دبعاً اللي كان نعيشوها ومشيغي في بلدنا في الحالم من شهر 3 من شهر مارس بزاف الأمور اللي تغيرات وتغيرات بشكل مفاجئ ولكن بغينا اليوم نفكره في المرأة المغربية في المرأة اللي تزوجات ما زال ما عندهاش وليدات ما يغدير الوليدات كيفاش اليوم للمرأة ممكن تكون قوية فين تلقى القوة ديالها باش تعيش حياتها باش تصير أمور الحياة اليومية ديالها وخاصة مي كيقول لي عندها مسؤولية ديال البيت مسؤولية ديال الأسرة بغينا كذلك نشوفوا معك اليوم دور ديالها في البيت وكيفاش في هذه الوضعية هذه المرأة تحصد على هدف الحياة شنو ممكن شنو كان قصده ومشنو كان تقصدون سوما الخبراء مي كان تقولوا أنه الإنسان محتاج يكون عنده هدف الحياة وكذلك كيفاش أنه في هذا الضرف هذا الإنسان يبقى تابت ويبقى دائما بحال ديالك الشجرة أنا كنتعيش مني هدف الصورة بحال الشجرة اللي مجدرة وجذورها داخلين في الأرض وأوراقها وغصونها الفوق عالية وتابتة واش اليوم ممكن صوروا المرأة بهذا الشكل هذا فكيفاش أنها تكون هدف الشجرة هادي وتنظر المرأة المغربية يمكن أقرب ما يكون لها بالصورة هادي ولو أن بعض المرأة كتتخبطها العواصف وكذلك الشجرة كتبتها كتبشي اللي من وعلي صر وكتقدر تفقد أعصابها كتقدر تأصب وربما هذه هي الحالات اللي كان شوفه بزاف هي أنه كتلقى المرأة كتهزمت أولياتها ولكن واحد الوقت كتحس بإرهاق كتحس بنعيدام الطاقة كتحس باللي ما بقتش قادرة تدير هذيك المسؤولية ديالها بالضحكة بالابتسامة بالفرحة بالمتعة وكتولي كتديرها بحل شي حاجة هي ملزمة تديرها وكتب وهي كتديرها وكتعدب وهي كتديرها ذات شيء لاش من المهم أن أي وحدة أي مرأة تعرف بعدها أولا الحدود دي المسؤولياتها والحدود دي المسؤوليات الآخر وكنظن هذي أول نقطة هنبدأ بها ربما لأن إحنا أنتي سولتي كتر على المرأة شنو غدير مع رأسها أول حاجة غصها ما تأخدش جميع المسؤوليات إحنا كنشوفوا المرأة المغربية طبرة الله قادة ما غدي جايحنا نعود ونقولوا رها يعني قادة أنها تكون في البيت وتكون في العمل وتكون مع الوليدات وتكون مع العائلة وتكون 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 المشكلة شنو هو هو أنها بقوم بلي كتهزم مسؤوليات كتير كتوصل إرهاق بوحدة سرعة كبيرة وقد تلقى رأسها ما غدت قدر تعطي لتشي حد أولا كتعطي ومثلا من بعد غدت قوة على الوليدات وغدت تفقص على شانا قوة تعليهم ما داروا لي شيء أولا غدربهم أو غدت تعصب أو غدت لقاها مرهقة في الخرد النهار بغا غير ما قدر تديرت حاجة في حياتها إذا هاد شي علاش أول حاجة المرأة غصة تعرف شنو هي مسؤولياتها وشنو هي مسؤوليات الزوج وشنو هي مسؤوليات الأب وكيفاش ممكن أن كل واحد فيهم يأخذ مسؤوليات جاوله وعاد من ناحية أخرى كيفاش ممكن أنها تطلب المساعدة من يتحتاجها باش تبقى محافظة على هذه الطاقة وعلى هذه التابات ديالها هذه من جهة من جهة أخرى من المهم تعرف راسها علاش هي علاش تختارت هذه الاختيارات في حياتها يعني كيفما قلتي كل واحد فينا خاص يكون عنده هدف في الحياة المرأة حتى هي بالضرورة عندها هدف وأهداف ولكن يخصي يكون عندها معنى للحياة ديالها مثلاً كان المرأة اللي الهدف ديالها أنها تكون أم مزيانة لأن المعنى بالنسبة لها هو الاقتمرارية هو أنها توصل ذلك اللي عندها الواحد الجهي الآخر هو توصل التربية الحسنة وهذا هو المعنى اللي يعطيها للحياة ديالها الحال من المرأة كيكون عندها بالمعاني وكتكون واضحة لها في الأول ولكن مع الوقت بحال ما كثقش عارفة راسها كتبت تقوله علش أنا أبعت أصلاً أولي أستاذ الوليدات علش أنا أبعت تزوج علش أنا تحطي تفادي المواقف علش أنا حياتي صعيبة بحال هكذا وقد تفقد المعنى إذن مهم تبقى ديما المرأة تفكر أشنو هو ذاك ذاك الحاجة اللي كتحييها اللي كتخليها تحس براثة عندها طاقة ولي كتحس براثة بغية تفقد صباح وتدير هذك المجهود اليومي ديالها لأن كل شخص كل إنسان نحن كنا نهضر اليوم عن المرأة ولكن نرى شي بالنسبة للراجل الحقيقي يعني بنفس الطريقة ضروري الواحد يكون عنده هدف في الحياة ويكون عاطي معنى للحياة دياله كي اللي المعنى في الحياة دياله هو مثلا البحث عن الصحة البحث على أنه يكون في الجسد دياله مزيان كي اللي هو أنه يربي وريدته مزيان يعني العائلة كي اللي اللي هو الرفاهية كي يقلب على الرفاهية كي اللي هو العلم كل واحد عنده معنى في الحياة اللي هو مهم بالنسبة له وكنظن نساء كتزوجه كي يكون عندها ربما فكرة ولكن واش كتكون تصح عارفة شو المعنى اللي عبيهي لهذه الأمور يمكن الله وكنظن أي مرأة محتاجة توقف مع راسها وتقول دبا أنا مرأة أنا أم أنا زوجة أنا أخت أنا بنت أنا آآ أنا مرأة عاملة شنو هو المعنى دي دي الحياة شنو هي رسالتي في الحياة وإلى لقاء هذه الرسالة ولقاء هذه المعنى ما كيبقاش يبقى لها الصعوبات والمشاكل باللي كل حاجرها صعيبة كيولي بلاها ديك استمرارية هادك المشكل مني كيتحل راه كيمشيته وفي المعنى اللي هي عاطية لحياتها هادش كلها أمور اللي كتعاون بزاف باش لما ما تفقدش أهم حاجة اللي هاتي نقول هي بالفرنسية كنقولولا يعني هي ديك الرغبة ديك الحاجة اللي كتفعك ديك الدافية اللي كيخليك تعاودي تفاقي كل نهار وانتي حاسة براسك قادرة غاد ندير غنكون أمعة والتاني اليوم غاد نكون زوجة غنكون مرأة عاملة غاد ندير المسائل ديولي اللي أنا يا الإنجازات ديلي اليوم يا أنا غنديرها وحاجة أخرى اللي مهمة هي مني كندير هاتي الإنجازات أولا إحنا محتاجين نقدروها يعني تقدير شخصي أنه أنا مفرح براسي ذك شي اللي كندير ومحتاجين لتقدير ديال الآخرين وخاصة الأشخاص اللي هم أقرب بما فيهم الزوج بما فيهم العائلة بما فيهم الوليدات علاش لأنه هدك تقدير كيعاون كيعطي واحد تشجيع كيعطي واحد دافع جديد باش أنك تستمري يعني كل ما كيكون ذك تقدير داخلي والخارجي كل ما كيعاونك ومهم أن العيالات النساء المرأة تعرف تقول لزوج ديالها أنا محتاجة أنك تبيي اللي بلي هاتي شي اللي كندير ركا تشوفه وبلي ركا تقدر شو الهدف ديالك لله في الحياة في حياتك اليوم واش تقديري هدف أو أهدف شنو كتديري باش تحققي هاد الهدف تطلي فتحيننا قلبك وشاركي معنا بشاهدة بتشريبة على الرقم ديالنا المباشير 052774 أو 2024 دكتورة فدوة سعداني المعالجة النفسية والجينسية منين لمراكة تكون حققت أو حددات هاد الهدف يعني عرفات رأسها شو بغا تدير أو لاشو بغا توصل كتير من النساء اليوم اللي كيحكيوه أنه وكي تشكوه من قلة العوين كتقول المراه أنا راني بغيت وانا راني متحمسة وانا عندي رغبة وانا راني كان كافح ولكن رعيت واني كان سوولها علاش كتقول لي ما كانش العوين ما كانش ليقدر ما كانش اللي يقول تكاليمة طيبة أو تكاليمة ديال الشكر هذه الحالة النفسية هذه كتير من النساء اليوم كيعيشوها النساء الي كيعيشوها وكيتابعونا الآن مباشرة على إباعات أصوات أشنو تقولي لهم كيتاش ربما يخرجوا منها واش يبقوا في هذه الحالة ولا خسهم يلقاوش حل أول حاجة نهضر مع النساء اللي ما زال ما تزوجوش أو لا يلاه بدو في الزواج من الأول من الأول خس لمراه تعرف باللي راه ما غتقدرش تدير كل شي ديما يعني من الأول من المهم أن يلاه كاتبتها في حياتها الزوجية تهضر مع الزوج وتقوله شنو اللي عليا وشنو اللي عليك شنو اللي ليه وشنو اللي ليك هذه نقطة مهمة لأن المرأ كتبت بها حداقتها وكتبت بها أنها قادر عددير كل شي ولكن هذا خطأ علاج خطأ لأن ركوة قادر تدير كل شي دابا من غيجي والوليدات ما غتقدري جدير كل شي من غيجي والوجوجو ثلاثة ما غتقدري جدير كل شي إذن ما اللي مهم من الأول انطلب العوين ماشي حتى يفوت الفوت وحتى واحد مار يقول لك وفي الأول ما كنتيش كتقولي ليا دا بعد وليتي دا بعد تبتلتي ليا إذن مهم أن شو ينطلب العوين هي أن نحنا عايشين في بيت هذا البيت في حويج اللي ممكن أنا نديرهم ممكن سوجي ديرهم كل واحد اختصاصاته ماشي بالضرورة إحنا غنقوله غنقبط ورقل تديرون فرقو داك شي بالقد لا اللي قادر يدير شي حاجة مهمة ديرها وكل واحد يعتبر بلي هذي مسؤوليتي أنا اللي غنقبطي نديرها في البيت وهذي مسؤوليتي خارج البيت مثلا في التوراق هذي مسؤوليتي إذن من الأول مهم أن المرأة تعرف تعبر وتقول أنا كنقدم دير حويج وانت كتقدم دير حويج شمو ممكن كيفاش ممكن تعاونون كنوريد تفليد لأني لابدت الأمور بحال هكذا من الأول غيبقى كل ضرف جديد كي يجي في الحياة أو الثاني كيفرقو فيه المسؤوليات نكمل معاك دكتورة فدوى السعداني في هم نقطة وهذي كذلك نبدأوا نقطة المكالمات ذي المستمعاتنا حديث أم غزل دائما مباشرة على إدعاتكم أصوات من بعد الفصل مواصل معكم حديث أم غزل والحديث اليوم كحلة ومفيد مع دكتورة فدوى السعداني شنو هدفك لله في الحياة كنتي عزيبة كنتي متزوجة جديد كنتي أم كنتي أرمالة مطلقة مسؤولة اليوم على راستك ومسؤولة أيضا على أسرة شنو هو الهدف ديالك في الحياة واش هاد الهدف واضح واش هاد الهدف بجيتيك تعملي على تحقيقه واش هاد الهدف وسلطيله وبغيتي تدوزي الهدف آخر واش تقدير والاعتراف والشكر ديال أقرب النسليك من الزوج ديالك من الوليدات من مارين الدار واش مهم واش هاد شي كي حبتك مرحبا بشاهدة ديالك ومرحبا بأسيلكم مستمعتنا لدكتورة فدوى سعداني على رقم السيديو المباشر 052-77-24-24 دكتورة فدوى معنا ثلاثة ديال مستمعات اللي غادي ناخدوهم وغادي نبدأو بهاجر اللي معنا من مراكش ومنها طبعا مراكش هدي تواصل للشرح اللي كنتيك هتعطينا على السيدات اللي كيتشكا وأنه ما كينش لعوين فغنسمعوا بداية شهادة مستمعتنا أهلا بك هاجر من مراكش معنا على إداعة أسوات ديالة بس عليك هانيا الحمد لله الله يبارك فيك ديالة دكتورة فدوى الحمد لله مرحبا بك هاجر بس عليك هانيا الحمد لله ديالة ديالة دكتورة بخير أنا مريضا ثنيا اهم عندي مريضا ثانيا من فغري ميكات عندي خمس سنين تلدابا اهم شنو هات المراتاتو اه انا عندي واحد طالب حيث ما عنديش الراديو مجوجة عافت ديالة دكتورة بخير ايمن سليما بقولي لي بطفر شنو هاتني ندير انا مجوجة بواحد سيد وعارفني انا بلقي مؤساسة اهم عندي بني تلدة عندها سبع سنين تيضغطوا على بنتي كتر مني انا تيقول لها رمك ما عنداش ولي بيها وما عنداش عائلتها شكو اللي تيقولها لها تيقولها لها عمها وعمتها وانا فتولت انا وصلت لحد المرحلة حالة من هي مرتين ثانية مع الرجلين ما تيعاوني شو الضار كانت تيعاوني كانت اي حاجة الصخرة تيجيبها هو قبصة حاجة البوطة اي حاجة وانا حالة نجيب كل شي ما قدرش مش اللي عنده ما قدرش نقول لها ابنة ثانية انا مريضة من صغري ما نعطي الحقيقة الخيرية انا ملحتني وانا ما قدرت مشي عن طبيب ما قدرت عن بكي وانا مريضة تنكرها وانا قلت تنكرها اللي والداني والبنتي تيقول لي ماما تنكرها حيث ما عندك شا عائلتك ولا ترا اللي مليا الى عائل وبقى احنا حكو لك هاجار واكيد هذا جاهلك مؤتير هات الصباح على اداعة اسوات طبعا دكتورة فدوة سعدانية معاك خدير تقول لك لانه الحمد لله ربي كيدير واحد المشكيل وكيدير له الحل وانا اليوم كان هدروع لا كيفاش هاجار دكتورة هاجار كيفاش ممكن تتدير واحد الهدف وأعتقد أنه هاجاري لحد ذات واحد الهدف هذا غير يساعدها تخرج من هذه الحالة اللي هي فيها أول حاجة هاجار خاصك صالحينتي مع القصة ديالتك كيف ممكن تقولي لبنتك أنا كبرت في الخيرية وأنا رأسي مرفوع مهم أن يكون رأسك مرفوع بالمعقول هذه أول حاجة هو التقاث مثلك هو أنك تتصلحين على القصة ديالتك كل واحد فينا كتاب له يتزاد في عائلة أو يتزاد في واحد الوسط أو يتزاد في واحد البلد احنا ما اختارناش هاد المسائل هاد ولكن احنا اللي قادرين أشغا نديروا بهذا الشي اللي يتزادينها فيه كي الناس اتزادوا في ظروف مزيانة بزاف ومعرفوش كيفاش يتعاملوا معها وبالعكس ضيعوا حياتهم وكي الناس اتزادوا في ظروف صعيبة وخلقوا منها ناس من أفضل الناس إذن أول حاجة هاجر انتي إلا قدرتي تدري هاد شي بوحدك مزيان أنك انتي تتقى في نفسك تتقى في القصة ديالتك تقولي أنا ولو قستي مختلفة على الناس ولو أنني أنا يكبرت في الخيرية أنا يا إنسانة كاملة مكمولة عندي جميع الطاقة ديالتي عندي القدرات ديالي عندي الحمد لله الإمكانية ديالي العقلية النفسية الجسدية اللي كتسمح لي أنني نكون زوجة مزيانة أم زيانة مرأة مزيانة وهذا هو اللي مهم إنسان اللي متزينة هاد شي قدرتي تدريه مع نفسك وتقوي نفسك مزيان ما قدرتيش أنا كنصحك أنك تشوفي اختصاصي نفسي يعني كتر ربما بسيكولوج يعني أو لبسيكوترابط معالج نفسي أو لأخصائي نفسي اللي غتهدري معاه على القصة ديالتك باش انتي تصالحي مع القصة ديالك هادي أول نقطة لأن كل ما انتي غادي تتقي في راسك كل ما مني غادي جي عندك بنتك وتقول لك ماما أنا كنكرهاك لأنك ما عندكش عائلة غادي قدري تقولي واضقة بعدها من نفسك أم هدنا لأنها مني كتجي تقول لك هاكده معني فأنا ما فاهمها شنو كتقول غادي تقدري تشرحي لها وتقول لها بنتي شوفي أنا يا ما عنديش هاد العائلة لأن هادي أمور ما يعني ما عنديش نعليها مسئولية أنا مسئولة على تصرفاتي معاك أنا مسئولة علىك فاش كان عام لك أم إلى شي حاجة ما عجبتك شو تصرفاتي قوليها ليا إلى ضريتك قوليها ليا ولكن شو حاجة اللي هي على عائلتي شوفيني أنا شكون ما شوفي شي عائلتي شكون هاد شي مهم توصله اللي بنتي وهي بقى صغيرة يعني دبا بقى الكلام اللي كيت قلاك تتبعوا من ناحية هادوك الناس اللي كيقولوا لها بحال هاتذا بالعكس أنا كنفضل أنك يتمشي وتكوني حاضرة مني كتكون معهم باش ما يبقى شي هاد الإمكانية أنا غادي بقوا يقولوا لحوج انت يا ميمكش تكوني تحبسي عليك هادو الضرر هو هذا ومن ناحية هادئة هي كتبيني بلي انت واطقه سمستقوا فيلي قادرة تشوفيهم ولو يقولوا ولا ما يقولوا شينتي تكون عندك ذيك كنجيل عندكم لأنني عارفة راسي شكون وعارفة راسي أشتنسوا وهذا هو أهم حاجة هذين النقطة اللولة النقطة الثانية هاجر كيف ما قالت سانا من المهم أنك ينتي تحديدين راسك هدف في الحياة أو أهدف في الحياة إلا ما كنتش قرية ممكن إلا كنتيش إلا كنتي بغيت تعلمي شي حاجة تعلميها. إذا كنتي منتيجة خدامة حاجة زيانة. ممكن تقولي إنسانة منتيجة. ممكن أن هدفك هو تربية بنتك. اللي مهم هو أنك تحددي أهداف لك والتيقي في نفسك. والأصل أنا بالنسبة لي هو تطلحي مع القصة ديالتك والتيقي في نفسك وتكوني واضطة. اللي مهم هو شكو منتي. هذا هو المهم. نتمنى هاجر أنك تقدري تخدمي إلى هذا الشيء. ما يبقاش هذا الشيء تعتبره ضعف. تعتبره بالعكس. قوار الإنسان اللي كيكبر في ضروف عبارة كيكون بعد المرأة أقوى من الإنسان اللي كانت ضروفه تعلم. تفقنا هاجر. شوفي هاجر نقول لك. تفقني هاجر. خد لي معك سنة. خد لي. هذا اختسانة إلى البارح. قرص البارح. من شرب السم ومن ظهر. تجات عندي بنتي وجات تتغوى وتتقول لي يا ماما عاتي لح تغييدك الشيء. وليسا فمكت تقدر عقلي مقاش شيء سوعب. بش كوني شو خاصني ندير وش نوم. شو ندبز معهم وش نتقلب علم من قطل أولا شو خاصي. هاجر. الله يخليك هاجر. أنتي وصلة لواحد الحالة اللي هي شوية صعبة. هذا بقوي لأنك تلك سير عند أخي الصعي نفسي تبقى نقول لك سير عند طبيب مختص في الأمراض النفسية. لأن مني كتبت تفكري في أفكار هكذا انتحارية ووقعك تقدري تدوزي لأنك تقدري تنتحري. الله يخليك هاجر. كنظن باللي هذا ماشي هو الحل. أنتي عندك حياة تعيشيها. يعني الموت رها لحظة وكتفوت وغادي تمشي للعالم آخر. ولكن وش هذاك هو الحل؟ ما يمكنش أنه يكون هذاك هو الحل. ما يمكنش نفرضه في الحياة يكون هو الحل. أنا اللي نقدر ننصحك به بنتك بقى صغيرة. ما زالا محتاجاك أولا أنت باش تعطي لها الصورة المتوازنة. باش تبيني لها باللي الإنسان كي يبني نفسه. رك بالعكس تقدري تدوزي لها رسائل مهمة على ودو قصة ديالتك. كثير من اللي كانت في قصة عادية يدي الأم عندها عائلة إلى آخره. وانتي محتاجة أنك تعبري على هاد الغضب. محتاجة أنك تقدري تعبري على هادك شيء كتحسي به من جهة هادك الأم. إذن أنا عافك كان نصحك وكان عاود من نصحك ركي محتاجة لتتبع النفسي. ما تحرميش راسك من هاد التتبع النفسي. ما تحرميش راسك من أنك تتبعي. دكتورة حدوى السعداني هاجر في مدينة مراكش. فين ممكن تمشي الأقرب طبيب. كين سبيطار يعني كين كان ما كان عمش مزيان سبيطار في الحق في مراكش. ولكن كان عم كين في المستشفى بنوطفيل كان دون كين المحل ديال الأمراض النفسية وهذا. ولا كين تمشي السبيطار ديال الحومة إذا كانت بغا تتبع يعني من ناحية الطب العمومي. كين تمشي السبيطار ديال الحومة كي يشوفوا تمام الطبيب. هم اللي كي سيفتوا عند أقرب طبيب النفساني ديال يعني ديال الصحة العام العمومية. إذا بغا تتمشي من ناحية الطب الخاص را كينين وكينين الناس اللي هما أكفاء غير تقلب وتسول. حنا كان قولوا نعم تسول ما يتوش. غادي تسول بالضرورة غا تلقى الناس اللي غادي يرشدوها الأحسن طبيب النفساني اللي عنده واحد صيت زوين وعنده يعني عنده صومة عمزيانة. اللي خاصة يكون عنده القدرة على الاستماع وعلى أنه يتبعها. لأنها هي دبا من ناحية أنه كنشوف ربما محتاجة الأدوية لأن الحالة النفطية ديالها مطهورة ومحتاجة أنها تخدم على القصة ديالتها وأنها تعبر على هاد. كنشوفوا بزرد الأحاسيس كينا الغضب، توطر، القلق، عدم اتقاف النفس، عدم الريضة بزرد الحويج اللي مهم أنها تخدم عليهم واللي رهات قدرت ولي بالعكس هاد شي كله ولي مصدر قوة. عفك هاجر ما تحرميش راسك من أنك تتبعي. تفقنا هاجر. هاجر نقطع لها الخط وهاجر إلى سولتك دابة نهارت زادت بنتك وشدها بين يديك وشدتي هادك لمالك بين يديك. شنو كان الإحساس ديالك؟ أعتقد أنه هاد اللحظة كل أم كتغلب عليها الغريزة ديالها والفطرة ديالها ديالها ديال الأمومة ديال الحياة. فاحضري هاد الصورة بين عينيك وسيري تلايف راسك وتبعي طبييا لأنه كتير من ناس دازوا محالات هكذا ودازوا محالات أسوأ من هكذا وأصعب من هكذا. ولكن الحمد لله دائما كين نفق عنده الضوء في الآخير دياله يعني قوي إيمانك قوي الرغبات ديالك باش أنك يتشبتي بالحياة وما تحرمي شيء بنتك. ماشي ديالشي ديالشتي تعيشي لهاد البنية اللي عندها تبعي سنين ما تحرميهاش منك ما تحرميهاش من الأم ديالها وإن شاء الله يكون خير فدعواتنا لك إن شاء الله بالشفاءة هاجار وبأنه الأمومة هي اللي غادي تغلب تعليقها هاد المشاكين إن شاء الله. طيب غني نحضو نحضو الدكتورة ربما وغيرت نقول واحدة رسالة بالزربة للناس كاملين برد من نضروا هاد الناس هاد الوليدات اللي هما لقوا وريوسهم بالعائلة ماشي الوقت ضراتهم والظروف ضرينهم تحنا كمجتمع كنزيدوا نضرهم بأننا كنحكموا عليهم ربما بأغلاط ما ديالهم شما هماش اللي بسؤولين على الوضع ديالهم كنظنو صل الوقت أننا نرقاو شوي وأننا نوعاو باللي راه الإنسان مسؤول على أفعاله ما نسؤولش على أفعال اللي سبقوه نتمنى أنه وما نبقوش نضروا ولدات صغار بأننا نستعملوهم ونبدوا نضرهم هكذا نعودوا لهم قصص ديال ولي ديالهم ونضرهم لهم. نعم وأمثلة كتيرة ديال شباب تبارك الله هي ابنتي والأولاد اللي نجحوا وحققوا أشياء عظيمة ولو أنه تزادوا محرومين من الآباء والأمهات ديالهم فهدي شي حاجة أيضا اللي نعترفوا بها أو نسؤولهم لأنه الإنسان هو ابن البيئة دياله ولكن هو أيضا قادر يتحدى قاع المشاكل وقاع الصعوبات. طيب الآن سنأخذوا دائما مباشرة على إذاعتكم أصوات فوزية معنا من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك معنا في النمج حديث ومغذلة فوزية. شخص خبارك؟ شكرا انت راح بي تجلنا ستادة. آآ مرحبا بكتورة فدوات سلاني معك. آآ شنو الهدف ديالك في الحياة كان هذا طبعا هو موضوع الحلقة. الهدف ديالي هو أنني نرد ولداتي طربيان زيانة. نعم. 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 معرفت ومعرفت وقد كنا شنو المستردية لابد الضبط. شاول ولدات عندك فوزية؟ ولدات واحدة الثنين ونص واحدة يلا الزيت. قلتي بالندي على أبسط حاجة شنو كتوتري كتعصدي كتغضبي كنت عصب زاف كنت عصب زاف ماذا لان دبا مثال الهات الصباح ندنا وما يمكن فطر الوليدات قال لي يا ولدي نظيف خني لي رغيفة وتعصب على شي يقول لي قاعد نظيف ربما انت هي متعوبة دابا يمكنك تحتي بالتعب دابا فا فا مع البني ساكر نوت ليه بالليل وثميته بقى صغورة حال دبا في الأمر دبا شهور شهور يعني بقى يا الله في اللول بقى الفيق بالليل بقى تعصب هنا يا هدي من بالمرأة اللي كتكون صعبة في حياة المرأة مني يالله كتزاد عندها تريبيا مني كيفش تكون مسؤولة على الطفل الآخر مسؤولة على دار عندها بزاف ديال المشاغل الوقت باش ترتاح ما كيكونش كافي هاد شي كله كيعطي ضغوطات في نفس الوقت مزيلا لانك يفهمت راسك بالليوليتيك التعصب على أقل من هي حاجة يمكن انتي محتاجة المساعدة واش رجلك يعاونك ولا ما كيعاونك هو كيعاوني نسكين كيعاوني هو كيعاون يعني كينا المساعدة وكان المساعدة وكان شي مرأة كان نطف صباح كانت قندير الشغل ديال الدار كانت وصل الجوج ديالنا كانت لقى راسي حلما داير والو كانت عصبت على هذا الشي انا كان ضونت يا واش انتي منه اللي كتبغي كل شي يكون مقاد وكل شي يكون مزيان كان بغي كل شي يكون فلص وعلى أقل حاجة كان اللفوزية اول حاجة في واحدة يتعلم منك يكون عنده وليدات هي ان الحويش ما عطبقاش فلص ياك لان انسان عايش في البيت دياله الا ان الوليد عايش في الدار دياله ضرور غي يحرك عد الحاجة وحنا كنعيشه وحنا كنرونه وحنا كنعوده ونصيبه وحنا هكذا اول حاجة اللفوزية انتي بعدها عندك امور خراك الدرافحياتك من غير الدراري ومن غير الدار لا 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 ما كنش متنفس لا انا بعدها اول نقطة نقدر نقول لك من مهم اي شخص يكون عنده متنفس ولو ساعة في الأسبوع اللي مثلا البنيتة ديالك غيقبطها باباها وغيقبط الوليدات وانتي تقدري تديري شي حاجة خاصة بك تقدر تكون هدرة في التليفون تقدر تكون غاد تاصلي مع شي حد في الواتفاب تقدري تكون غاديت تخرجي شي حاجة لا شوفي او تقدر اني كنقول لك خاصة بك يعني انك ما تكونيش مشغولة بشي حاجة اخرى الا بنفسر في ذيك الوقيت تقدر تكون رياضة تقدر تكون خريجة اللي تريحك تقدر تكون الى كاليقبط لك الوليدات خريجة مع الزوج ديالك المهم انه ضروري اول حاجة هي انك تهال لايف راسك كيف مك تهال لايف ولداتك كيف مك تهال لايف ديالك حاجة التانية ربما انك توجهي راجلك في طريقة اللي عاونك بيها يعني شوفي شنه هم الحويج اللي مهمين يقدر يديرهم واللي غتحسي باللي كيخفف عليك منطقل ديال العمل اليومي ديالك يعني اختاري شنه هم الحويج وطلبيهم منه لانه كيكون بعض المرات زوج بغي يعاونه كل ديالك ولكن يمكن المساعدة دياله ما تكونش في دكتين اللي انت بغيها ده المهم نقوله قدر لي عافك هادي او كده يعني تحددي ديال حاجة اللي انت بغيتي بالضبط يعاونك فيها الحاجة اخرى اللي نقدر نقولك هو كيفاش غنقولك انكي تشوفي مصادر المتعب في حياتك دابا بحال هي هادي الحاجة على الصباح ديالك محيت والد بقال لك ما ما عرفك سخني اللي نسيمنا ربما تقدري هادي بسحداتات فرحك تقولي والدي عزيز قالين بسم اللي كان طيب الحمدلله هاوكي يأكل مزيان هاوطلب من يمسيمنا ربما تقدري تشوفي دابا وعنده سبقين كيفاش هو براسي ولي شوية مستقل كتر واش ممكن يتخربوه تبو حدو ثلاثين ونص آه ثلاثين ونص لابا يتغور لا نسمة ثلاثين ونص ولكن أنا نقولك ثلاثين ونص يقدري حط تبصيله مثلا إلا كان ديال بلاستيك يقدري حطي الكاس دياله يقدري وصل لهم الكوزينة يقدر مثلا هاقد يقلص حداك ويقبط يدير مساء يقدري يجمع اللعاب دياله يعني أنه تقدري بشوية بشوية تبدي تدخلي له أنه هاوار عنده دور في الدار يعني رأى مصادر المتعرها ضروري كي نفياتك تضحك ذو ولداتك اللعب معهم تشوفهم كي يعبروهما ضروري الولداتك يعبرو علحانان غايجي غايعنقك غايبوسك لا هذا شي كامل هذا شي كامل ولكن استريس مني أنا واخاك نضحك معهم واخاك نحس براسي واخاك استريس حاولي أنك تطبقي هاد شي الزوين لكاين وما كتشوفيش على هادك شي اللي ناقص هو اللي كتشوفي شي دبا انتي قلتي كتنوضي وكتجمعي الدار كاملة وكيبلك ما زال مساليتيهاش فما حلما تقولي الحمد لله من الصباح لده بنا جمعت هنا وهاد البلصة زوينة والبلصة مقدة انتي غا تبقى زوينة ليش ديك البلصة ممقدش أنا مبقدك نقبل مدير والو أنا ياسع السطر أنا سوطر يعني فلوجده رؤية ديالك على الأمور شفت الواجبات ديال الزوجية مبقيش كلب الرغبات ديال الزوج ديالي وما بقيش شوفي رحمي رازك شوية فوزية عطي لها رازك فرصة راكي يالله والده بنيت عندها شهور ما يمكنش غا تبقى الرغبة الدوجية ديالك بحال قبل غا تكون بواحد الواتيرة أقل يمكن انتي براسك يالله بشو بشو غا تسترجعي الرغبة ديالتك رحمي رازك أنا بعد أول حاجة كيبالي أنتي يقاصي أكثر من القياس مع رازك جيتين يقاصها مع رازك ويمكن ديبشي كيزيدي عصبك أنك تبغي تكوني طوب تكوني كل شيء تديريهم زيان تكوني دير المسؤوليات ديالك الواجبات ديالك رحمي رازك أعتبري باللي كل درف الحياة راكي تطلد من كيفاش نتعامل معه وكيفاش نتكيفه مع ذاك الأوضاع اليوم عندك بنيتة صغيرة عندك تريبية تتفق بالليل تتصبحي إيانا تتصبحي متعوبة ديري اللي قديتي عليه واللي ما قديتيش عليها غادي تديريه من بعد أهم حاجة هي العلاقة ديالتك مع ولداتك أهم حاجة هي علاقتك مع زوجك وعلاقتك مع نفسك إلا قدرتي تبقى تحاولي تاخذي هذيك ذاك شي اللي زوين فالهات العلاقات كوني متأكدة غا تعطيك طاقة إيجابية ووجهي عينك حنا ديما كنقوله ولكن أنا هاكا ديره حنا ديما كنقوله أنا بحال هاكذا ديره ما نقدرش نتغير لا ممكن تغيره وممكن نخلي وردوصنا نشوفوا الحويج الإيجابية في حياتنا باش نفرحوا بها وهذا اللي كي تسمى للا شي بخيز أنه الإنسان يرخف على راسه شوية أو يتكايس على راسه شوية وتهزيها فوزية مني نخفاف يعني هاد شي كل شي غايدوز كل شي غايدوز ولكن تدابة حاصبيه على راسك وعلى صحتك ما تبقيش تحملي راسك كثر من طاقة ديالها طف القرآن أنا كنقوله ربنا لا تهمينا ما لا تقتلنا به طبعا انتي ما تحمليش راسك كثر من طاقته ويكون خير إن شاء الله وكنعرفوا أنه سنتين اللولة من عمر الراضيع أو المولود الجديد الأوم كتكون نقصة نعاس وغير قلة النعاس ونقصة من النوم في حداته كيخليها تحس بوحد الآرق وبوحد التعب وهذا هو أيضا من الأشياء اللي كتنقص من الرغبة الجنسية عند المرأة ولكن هاتش يكون له كيدوز الحمد لله يعني الإنسان كيكون باني شي حاجة صحيحة هذي أمور وتفاصيل اللي دخلة في الحياة الزوجية وفي الحياة ديال الأسرة واللي بالحنان بالصبر بالنظرة المتفائلة كيف قلت دكتورا كدوز غادي ناخدو مكالمة أخرى يلا غادي ناخدو نبيلا اللي معنا من فاسة دكتورا إذا سمحتي لي باختصال إنه بقتلنات قريباً واحد وش ديال دقائق نبيلا معنا من فاسة أهلا بك على أسواس معك دكتورا صدوز سعداني مرحباً صباح الخير للا صباح النور كي صباح يوكوش يا الله خيرت أنا شكوكو على هذا البرنامج مرحبا أنا يطول عمك بيخليك أنا خليك وش نسولك أنا أعطا كيف أرشتي أغن تقول لك أرشتيني وش مشي عمتا بنفساني ولا ما نحتاج كنت وقالت واحد الموشكي لوليك شي واحد الموشكي كان عندي كبيرك شي شوية مع أولدي ومع أمته ومع ماما شحد يالا عندي بستهثة ما نعود بإختصار المهمة أولدي مشاقة فيها ترى ما لي ما نقل فيها وجات العماء كانت قسم معيتي عمته بحات لي ماما قبلت وجهي ما قدش نتحمل هات الشي ودابا ما هات الشي شكو الله عينيه في حالة القطي عليها شي حاجة طيب يعني نتخذ المرات ودوليك شي باقي في عينيه وش مشكل دياله نفساني ولا هاد وش طبيب ديال العينين وش لقاكين شي مشكل عضوي ولا قل لك ما عندك تستير قل لك ما عندك تستير قل لك ما عندك تستير ممكن يكون مشكل نفساني لأنه في بعض المرات يكون عندنا واحد من نوع ديالكتئاب اللي كيبان غير في الجسد ما كيبانش نهائيا يعني في النفسية أو لا بعد المرات كيكون مخلطة الأمور ممكن أنك تشوفي طبيب النفساني ربما يعطيك أدوية اللي تقدر تعاونك أو لا غير أنك تعبري على هاد المشكيل هذا وتعاودي له بعد المرات ترى كتبدي تبلك باللي كتبدي تشوفي الأمور بطريقة إيجابية أكتر إذن بالعكس أنا نقول لك سيري شوفي طبيب النفساني هو غد يعرفي وجهك ويعرفي إن شاء الله يعطيك التتبع اللي هو خصك إن شاء الله اسمحوني يا شكرا مرحبا بك لنا بيلا مرحبا بك من فاس دكتورة فدوية ساداني شنو هدف الإنسان في الحياة كان موضوع الحلقة نخليك تعمل معنا كلمات والخيثام وخلاصة ربما ذاك شي اللي كنت بديت نقول القبيلة إلا قلنا بالليل للعوين كان أكد للنساء أنها ما يمكش تعيش بالعوين ومهم أنها تعرف تطلب من الزوج العوين ومشي رقمك تعاونيش وتغضب وتغوة بقدمة تقول لعافك أنا محتاجة تدير هاد الحاجة الفلان فلانية وتقول الأمور محددة تشرح لي هاي الحاجة ديالتي بالنسبة للتقدير حتى هي بيانسر المرأة محتاجة لهذاك التقدير وأحسن طريقة بيش تاخدوه أولا تعطيه يعني مثلا زوج كيدير شي حاجة زيانة كتبيه اللو بلي را قدرتها الطفل ديالها كيدير شي حاجة زيانة تبيه اللو بلي را قدرتها ومن بعد ما فيها بس تطلب منهم الباديل تقول لزوج ديال أنا محتاجة تقول لي مني كتشوفني درت شي حاجة زوينة أنا محتاجة تقول هايلي تعبر لي يا لأنني كتعاوني وكتشجعني باش نزيد مستمر ومهم أن كل مرة تحدد شنو هي والمعنى ديال حياتها علاش هي عايشة ما تبقاش غير غادي حتى واحد الوقت كتحس براثها مرهقه ومفاهماش را سعليش كتدير هادشي كامل مهم تعرف راثها أنا ها هي رسالتي في الحياة وأنا بغيت نوصل هاديك الرسالة حاجة أخيرا اللي غانقوله هو مني تحس براث كالله مرهقة نفسيا ما بقيتش كتقدري والتي غير كتعصبي ربما راك في الاكتئاب أو على أبوابه وراه مهم ديك الساعة تمشي تديري واحد تدويز عن الطبيب المختص وما تخافوش من أنكم دوزوا راهيلا ما عندكم موالوه يقول لك اللار ما عندك شي يعني مهم أننا نمشيه ما نتكوش نخافوه من هادك الفحص عن الطبيب راه كيعاون بزاف راه بعض المرات كيف تحلك بيبان كي الناس اللي حياته كتبدل مية في المية مجرد أنه كيفان بلي عندو كتئاب كياخدو اللي يخصو ويعبر على المشاكيل اللي عندو شكرا لك كتير دكتورة فدواء السعداني واللي بغا يتواصل معك وانتي يا يعني كتبتك في مدينة الدار البيضاء انا في مدينة الدار البيضاء بالنسبة شوية في الحق ما بقيتش حضرة بزاف على الفيسبوك ولكن ممكن سأوصل معي على الصفحة ديالتي دكتور فدواء السعداني في الفيسبوك شكرا لك دكتورة شكرا لك شكرا لك